وهذا أيضا ما تحدث عنه أيضا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسيد ناتو في لقاء أيضا مع شبكة CNN عندما قال أنه يتفق مع التقييمات الأمريكية للحرب والتي ترى بأتباين بين مستوى طموح الرئيس بوتين ومستوى أيضا قدرات روسيا العسكرية في حسم هذه المعركة وأن الرئيس بوتين كما يقول لم يتخلى عن خطته الأصلية لاحتلال أوكرانيا أو إسقاط الحكومة وفقها تعبيرها هل بالفعل بوتين يريد احتلال كافة أراضي في أوكرانيا لكنه لا يستطيع عسكرية نعم هو بالتأكيد في البداية الصفحة الأولى كانت تهدف لاحتلال أوكرانيا والتي فشلت فشلا ذريعا فعاد لكي يقتنع بالصفحة الثانية التي تعني فقط سيطرة على الدومباس السؤال هل لو فتف افترضنا جدلا أن بوتين سيطرة فعلا على الدومباس هل سيكتفي بالدومباس وسيعلن النصر مثلا أم سيغريه النصر على الدومباس واحتلال الدومباس للعودة مرة ثانية لإسقاط حكومة كييف والسيطرة عليها مرة ثانية هذا ما لا يمكن الجزم به يعني المشكلة الأساسية في قضية أطماع الدكتاتورية أو أطماع القادة والزعماء والعظماء ومن يعتقدون أنفسهم كذلك أنه أنت إذا غذيت في مجال سيظل يحلم بالمزيد لن يكتفي ويقول لك أن انتصرت في هذا خلي أنسحب وأكتفي بهذا لا ستظل تغذيه وتغذي طموحاته وأطماعه أكثر فأكثر إذا ما كانت القدرات العسكرية الروسية لم تحقق حتى الآن طموح الرئيس بوتين في حسم هذه المعركة عسكريا حتى الآن أيضا ماذا يزيد الدعم الأمريكي المكثف والغربي والبريطاني حتى والأوروبي للرئيس لينسكي والحكومة الأمريكية المقدمة العسكرية هنا آخرها كان الدعم أيضا وموافقة الكونغرس بإقرار مساعدات أيضا لكييف بقيمة أربعين مليار دولار أمريكي هذا الدعم المكثف عسكريا كم سيزيد من مصاعب تقدم الروسي في أوكرانيا طبعا بتأكيد الكثير جدا وأنا قلتها أكثر مرة قبل في لقاء أنا ومعك سابقا معك أنا الضيف كان يقول هذا فخ فقلت نعم فخ أنتم سقطتم في فخ جاهز وكما قيل في أحد التقارير أنه يعني أمريكا تريد أن تستمر هذه العملية لاستنزاف روسيا طالما روسيا دخلت وطالما بينت هذا النوع من العدوانية وكشفت نفسها وأسفرت عن أطماعها أصبح من الضروري والمهم والمصلحة لجميع الأطراف في العالم أن توقف هذه العدوانية وهذه الأطماع في هذه المنطقة يجب استنزاف روسيا بشكل مستمر حتى تتوقف عن الطمع والنظر بأطماع إلى الأراضي الأخرى يعني كل يتكلم الآن على أنه ستكون الخطوة القادمة بعد أوكرانيا إذا ما نجحت روسيا في تحقيق أحلامها في أوكرانيا هي ملدوفا وإذا تحقق ملدوفا ماذا سيكون الهدف الثاني بولندا يعني بولغاري ماذا سيكون الهدف الآخر يعني لن تتوقف الأطماع عند دولة معينة لا تنسى أن كل هذه الدول كانت جزء مما يسمى بالمنظومة الاشتراكية كانت تحت هيمنة موسكو ودخلتها القوات الروسية فعلا ببان الحرب العالمية الثانية واحتلتها سياسيا وفعليا فليس هناك مانع من أن تفكر بوتن مرة ثانية بإعادة احتلال هذه الأراضي فيما لو نجح في أوكرانيا ولهذا نقول أنه يجب استنزافها ويجب إيقافها في أوكرانيا حتى لا تمتد أطماعها إلى بقية شعوب المنطقة